افاد مراسلنا بان اتفاقا ابرم بين فاصيلي الجيش الاسلام وفيلق الرحمن بعد الاقتتال الذي دار بينهما في الغطة الشرقية بريف دمشق خلال احد عشر يوما واوضح مراسلنا ان الاتفاق نص على انسحاب جيش الاسلام من بلدة مسرابة مقابل تعهد فيلق الرحمن بعدم الاقتراب من البلدة واظهرت الصور انتشار عناصر الشرطة الحرة داخل بلدة مسرابة وفقا لبنود الاتفاق تم الاتفاق بين الاخوة في جيش الاسلام وفيلق الرحمن على وقف الاختتال وعلى انسحاب الاخوة في جيش الاسلام الى خارج مسرابة وجعل مدينة مسرابة خالية من المظاهر المسلحة وللحديث أكثر عن الاتفاق ينضم إلينا عبدالسكايب من ريفي دمشق مراسلنا ومنصور أبو الخير منصور دعنا في تفاصيل الاتفاق بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغطى الشرقية نعم بعد اجتباعتها استمرت لأكثر معاشرة فيه بعد جهود حفيفة من أهالي واللجان الشعبية المدينية لإقاف هذا الحصيل بين اتفاق الثورية العاملة ضمن الغطى الشرقية تم اتفاق أولي على وقف لإطلاق النار إخلاق بلدة مسرابة من جميع المظاهر المسلحة وجعلها بلدة من زوعد السلاح خالية من أي اتفاق العسكري دخول الشرق على القرى واللجان الشعبية المدينية لتسدير أمورها طافة إلى اكتير منذوبين يمثلون أفصائل ثلاثة أشخاص من كل طراثة يمثلونهم للاجتماع مع هذه الجنة المدنية التي خلطها فعاليات مدينية وفعاليات شعبية لحل جذوع أخلاف وأساسه وجعل الاشترافين من الطرفين حل الاشترافين منصور ماذا عن ملف المعتقلين بين الطرفين؟ هل تم الاتفاق عليه؟ نعم هذه الاتفاقية بدأت بوقت لإطلاق النار وإخلاق بلدة مسرابة واستمتهي بإخراج المعتقلين وحل الخلافات الحاصلة بين الطرفين كما إعادة كل ما تم سلبهم من قبل الاصحاية العسكرية إعادة المقرات لجيش الإسلام من قبل فرق الرحمن وأيضا إعادة مقرات فرق الرحمن لفرق الرحمن من قبل جيش الإسلام نعم طيب منصور حدثنا عن سبب الاقتتال بين الطرفين وهل تم توصل الاتفاق بشأنه؟ طبعا بالبداية عندما بدأت هذه الاشتباكات وبدأها بقاء الاقتتال بعد أن الجيش الإسلام أن حولك الرحمن قام بالهجوم ومنازل أشخاص تابعين في جيش الإسلام في مسرابة وأكتبهم في حد الأولى كان رد حولك الرحمن بهذا الكلام ببيان أصدره ووضح فيه ما قام به بأن هناك قد من مطوبين عاملين لدى أجهات الأمن التي تابعة الجيش الإسلام وورطين بعمليات تغذيار حسب بما أوضحه في إياني هذا الرحمن وإنهم يتحدثون عنهم بعد رفض جيش الإسلام تسليمه لهم ومن هنا كانت جذور هذا الخلاف بين الطرفين الآن بعد الجهود التي قتلت من قبل الفعاليات المدنية واللجان الشهرية لحل هذا الخلاف وإيقاف الخلاف ساعدنا اجتماع أبناء الأطراف لحل الخلاف وفهم كافة المشكلة وإيجاب حلها ووضع جميع الشرابات وحلها جديد نعم شكرا لك منصور أبو الخير ورسلنا من ريف دمشق ترجمة نانسي قنقر